اشتركوا في القناة وذكاء الصناعي موجود حاليا طبعا لمن لا يعرف كيفية تشغيل هذا الذكاء الصناعي سوف ترك لكم رابطه أو رابط الحلقة التي تكلمنا فيها عن هذا الذكاء الصناعي وكيفية تشغيله على الحسوب طبعا الحلقة سوف ترك لكم في صندوق الوصف تمام اذا اول شيء طبعا لصناعة الكوفر سوف نتجه الى اداة كوفر كالكولاتور الخاصة بامازون فقط تقوم بكتابة في جوجل كالكولاتور او كوفر كالكولاتور امازون تقوم بدخول الموقع الاول تقوم بملأ هذه المعلومات طبعا هنا تقوم باختيار ثم تقوم باختيار ثم تقوم باختيار ثم تقوم باختيار و بعد ذلك على الصفحات تضغط على كالكولات طبعا هذه المقاسات التي سوف نتمد عليها إذا نتجه الى اي اداة عندك تريد العمل عليها سواء كرياتيف ستوديو سواء كانفا اي اداة عندك اذا تقوم بالدهاب الى كانفا مثلا تقوم بادخال المقاسات التالية التي اخذناها من كوفر كالكولاتور طبعا عندنا العرض ثم عندنا الطول تقوم بوضعه في هذا المكان تتأكد فقط من وحدة القياس انك قد اخترت الانش طبعا اذا كان عندك كانفا بالفرنسية سوف تجد عوضة انش بوس نفس الشيء بوس انش نفس الشيء نفس المعنى فقط ثم تضغط على كريات نيو ديزاين اول شيء سوف تقوم به لكي يسهل عليك العمل تقوم بالضغط على ثم بهذا الشكل تظهر لك هذه المسترة عموديا وافقيا تأتي الى هذا المكان عموديا ثم تقوم بوضع الماوس فوقها مباشرة ثم تسحب سوف تجد هذا الخط او هذا العمود باللون الازرق طبعا هذا العمود هو فقط وهمي لن يكون في الصوعة اذا تقوم بسحبه الى الوسط كيف تعرف انه في الوسط عندما يتغير لونه بهذا الشكل هذا معنى انه الان في الوسط تمام الان كل ما قمت به انني قسمت الصفحة الى قسمين متساويين هذا واجه الكتاب وهذا ظهر الكتاب كما طال معي الصفحة بيضاء فارغة سوف نتجه الى انشاء ما يسمى بالباكروند عن طريق الذكاء الصناعي اذا سوف نتجه الى الادات سوف نذهب الى advanced سوف نقوم بالاتجاه اولا الى style نقوم بالغاء التعليم على جميع ال options لموجودة by default مفعالة نقوم بحذف التفعيل عنها ثم نتجه الى settings سوف نتجه الى المكان الخاص بال demotions نقوم باختيار هذا المقاش 1728 مضروب في 576 او 1100 صلة عليه 3 على 1 اذا نقوم باختيار هذا الشكل هنا في image number نترك نجعل وفاقة رقم 1 لكي يسول علينا او لكي تكون الادات سريعة تمام الان سوف نتجه الى كتابة ال prompt اذا سوف نقوم بكتابة العبارة التالية نقوم بكتابة patterns او بال singular pattern ثم نقوم بالاشتغال او بكتابة niche الذي نريد انا مثلا اريد مثلا الاشتغال على niche خاص بالافوكادو اذا اقوم بكتابة pattern avocado او اقوم بكتابة كوت افوكادو افضل لكي توطني نتائج اقرب الى الاطفال ثم نظرت على generate اذا حصلت على هذه النتيجة مرضية جدا 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 اذا نقوم بتحميلها عن طريق هذه الادات او عن طريق الزل الايمن سوف نقوم بكتابة ثم save image اذا عدت الى canva سوف اقوم باستيراد يعني الصورة اخذتها مسبقا سوف اقوم بسحبها و افلتها في هذا المكان اذا ننتظر فقط تحميلها على canva ثم نضغط عليها بهذا الشكل كما ترى معي اقوم بجعلها بهذا الشكل هكذا ثم اقوم بعمل duplicate عن طريق control D بعد ذلك سوف احاول قلبها عن طريق الفليب مثلا بهذا الشكل اذا مرة اخرى duplicate control D اذا سوف احاول ان اقوم بقلبي عن طريق الفليب اعطتني هذه النتيجة طبعا سوف ارى ما يمكنني فعله كي احصل على افضل نتيجة ممكنة مثلا بهذا الشكل جيد الآن سوف اقوم بعمل select all ثم بعد ذلك سوف ابحث عن هذا المكان هنا اذا لاحظت معي سوف يمكنني قلب يعني هذه الصورة بهذا الشكل وفي نفس الوقت يمكنني تكبيرها اذا سوف اقوم بالتلاعب بها بهذا الشكل قليلا فقط لكي احصل على هذا الـ بهذا الشكل الآن سوف اقوم بعمل select all مرة اخرى وسوف اقوم باختيار هذا القفل الموجود هنا في الاعلى الآن اصبحت عندي يعني يعني background الآن سوف اتجهي الى chips عن طريق elements اقوم باختيار هذا المربع لعادي بهذا الشكل سوف احاول ان اقوم بجاله في ظهر الكتاب بهذا الشكل ثم اقوم بانقاس opacity بهذا الشكل طبعا اذا لاحظت معي اللون بادي افولت يكون على حسب الخلفية او لون الخلفية طبعا يمكنني تغيير اللون لا يوجد اي اشكال في ذلك تمام الآن سوف اقوم مرة اخرى باختيار ship ثم احاول ان اجعلها رقيقة يعني مستطيل لان سوف يكون مكان الكتابة فبالتالي لو الدمين وضع خلفية بنوع ما لكي لا تؤطرها بشكل مباشر على يعني الصورة اذا سوف احاول ان اجعلها بهذا الشكل مثلا ثم نذهب الى التكست اذا كل ما قمت به هنا انا قمت باختيار التكست ثم اخترت الخط الذي يناسبني بعد ذلك قمت بالدهاب الى effect قمت باختيار الفيكس الخاص بالاوتلاين اعطيته اللون الذي يناسبني ثم اخترت ايضا هذا الخيار الاخير curve الذي يقوم بعمل قوس او تقويس للنص ايضا قمت باستعماله واعطاني هذه النتيجة عمل دوبليكت للنص وعطيته العنوان الان سوف احاول الان الاجتهاد يبقى على حسب كل شخص اذا سوف احاول جعل هذا المربع الذي قمت بانجازه او مستطير الذي قمت بانجازه سوف احاول ان اجعله بالضبط فوق الكلمتين معا الان سوف اقوم بتغيير فقط الالوان بمعنى كتب تلوين او كتاب تلوين فبالتالي لابد ان يكون فيك الوان نوعا ما مثيرة للانتباء وتشد النظر فبالتالي سوف نقوم باستعمال الطريقة التي تكون كل حرف بلون سوف اتمم العملية واريكم النتيجة اذا يكفي الذهاب الى elements ثم البحث عن اليمبو طبعا تقومون باجاد عدة افكت انا مثلا وجدت هذا افكت سوف اقوم باستعماله انظر معي فاعطر شكل مختلف تماما عن الشكل الذي كان من قبل بهذا الشكل ايضا يمكن البحث عن سوف تجدون الكثير منها سواء عن طريق الذكار الصناعي او في كرياتي فابريكا موجودة اذا فقط عن طريقي هذه المرة ثم بهذا الشكل اذا انظر معي اعطى الشكل مختلف تماما نعود الى اداة الذكاء الصناعي اذا سوف نقوم بذل المرة باختيار مقاس 1024 في 1024 يعني واحد على واحد ثم سوف نتجه الى style ثم نقوم بالبحث على style التالي اولا فقط نقوم بكتابة فيكتور سوف تقوم باختيار هذا الخيار الاول ثم نقوم بالبحث عن 2D 2D ثم تقوم باختيار هذا الخيار 2D art الان في سوف نقوم بكتابة cute avocado kawai ثم generate اذا هذه النتيجة نقوم بتحميلها download اذا نقوم بهكذا باذافتها اول شيء فنقوم به هو edit photo ثم نضغط على background remover اذا اصبحت بهذا الشكل بدون خلفية اذا يمكننا استعماله بهذا الشكل هنا الذي قمت به انني قمت اخذ صورة من anterior الخاص بذلك الكتاب ووضعتها بهذا الشكل اذا لاحظتم ما فهي مجرد صورة عادية واحدة هذه الصورة بالضبط قمت فقط بعمل duplicate في كل مرة في هذه المرة قمت بوضعها على اقصى اليمين مائلة هنا في اقصى اليسار مائلة وهنا صورة في الوسط فقم بتكبيري قليلا بهذا الشكل هذا هو الـ effect الذي حصلت عليك ان مجموعة من الصور متناثرة مع بعض البعض اذا هنا سوف اقوم باضافة بعض الاقلام اذا كما تلاحظ معي قمت باضافة هذان القلامين ايضا قمت باضافة السن واذا قمت باضافة عدد الصفحات الموجودة كما عندي مكان فارغ يمكن اضافة في تكست اخر اذا اردت تبقت لي فقط صفحة دهر الكتاب سوف اريكم ما الذي سوف نقوم بانجاز فيها ولكن قبل ذلك اتجهت الى اداة دكاء الاصطناعي وطلبت منها توليد اربعة صور قابلة للتلوين اي الانتيريور لاننا سوف نستعمل ها في ظهر الكتاب ابقوا معي لكي اريكم كيف نقوم باضافة هذه الصور اذا هذه الصور التي حصلت عليها سوف اقوم بعمل ونكمل بقية القطوات اذا سوف تأتي الى ثم تبحث عن سوف تقوم باختيار هذا النوع بهذا الشكل سوف تقوم باختيار اربعة ولكن كل واحد يجب ان يكون بشكل منظم اذا نحاول ان نجعله بهذا الشكل او في هذا المكان ثم نقوم بعمله بهذا الشكل نحاول ان نجعله في الوسط ثم سوف نبدأ بسحب الصور التي اخذناها يعني من الدكاء الصناعي وافلتها في المكان الملاسب بهذا الشكل تمام الآن اصبحت عندي الغلاف جاهز سوف قوم بعمله save وسوف اريكم النتيجة التي حصلنا عليها اذا هذا هو الغلاف كما ترى بجودة عالية طبعا كما رأيتم لم اقوم باخذ وقت كبير في انجازه لم يكلف ني الكثير من الوقت ما علي ما يمكن اعمل قيام افضل من هذا بكثير سواء عن طريقي photoshop او illustrator وايضا اذا قمنا باستعمال ادوات اخرى مثل ادات vecteezy مثلا المهم هذه النتيجة انا من نوشة نظري او حسب تجربتي مقبولة جدا يمكن تحقيق عدة مبيعات من خلال هذا الديزاين لان فيه جميع الشور متوفرة فيه الاليمنت سيثير او الذي يقوم بلف الانتباه وهو الالوان فيه يعني ما يسمى ب two fonts difference موجود يعني خطان مختلفان عندنا ايضا يعني الصورة التي تمثل يعني نوع المحتوى عندنا هنا سواء في وجه الكتاب وحتى في ظهر الكتاب الى المقبول يعتبر جيد جدا يمكن استعماله فليوجد اي اشكال والاهم من هذا كله اننا لم نعتمد على اي متجر لبيع الصور بل اعتمدنا فقط على ذكاء استناع مجاني قوي 100% شكرا لكم على المشاهدة اتمنى لكم التوفيق والى الحلقة القادمة اشعال اشتركوا في القناة